عندما أتحرر مما أنا عليه، سأصبح ما يمكنني أن أكون عليه ملخص كتاب أدوات العظماء الأساليب والأعمال الروتينية والعادات الخاصة بأصحاب المليارات والرموز وذو الأداء العالمية تأليف تنفيرس بصوت خالد حامد يطمح جميعنا للنجاح ولأن يصبح له والاسمه شهرة وشأن عظيمان يعد كتاب أدوات العظماء من أفضل الكتب التي تتناول قصص نجاح ونصائح الخبراء الذين وصلوا إلى قمة العظماء من خلال إصرارهم وسعيهم المستمر وتجاوزهم للعقبات والتحديات التي حولوها إلى فرص فهيا رافقنا في رحلة التعرف على هؤلاء العظماء والتعلم من تجاربهم الخاصة الفصل الأول يهتم العظماء بنظامهم الغذائي من أجل حياة صحية وعقل أكثر صفاءة يولي العظماء الصحة الجسدية اهتماما كبيرا ودليل هذا أنك غالبا لن تجد شخصية ناجحة إلا وتهتم بغذائها وتتبع نظاما صحيا ومن الأمثلة على أشهر هذه الأنظمة نظام الكيتو الذي يعتمد على استهلاك نسبة عالية من الدهون الصحية ونسبة متوسطة من البروتين ويستبعد النشويات نهائيا إلى جانب تقنية الصيام المتقطع يذكر أن دومينيك داكوستينو يعد من أبرز العظماء المتبعين والدارسين لنظام الكيتو وهو أستاذ مشارك في جامعة جنوب فلوريدا في قسم الصيدلة الجزائية والفيسيولوجية في كلية الطب أظهر الدراسات قام بها داكوستينو أن لنظام الكيتو فوائد عديدة منها الوقاية من السرطان واكتساب الطاقة وتحسين عملية التنفس وحماية الحمض النووي من التلف هذا ويتبع الطبيب والبطل الرياضي السابق بيتر أتية حمية الكيتو مرة واحدة على الأقل أسبوعيا ويلتزم بالصيام المتقطع بقية أيام الأسبوع من جهة أخرى ابتكر باتريك آرنولد وهو عالم كيمياء عضوية بخاخا لتعويض النشويات لدى متبعي نظام الكيتو ويتم استخدامه قبل قيامهم بالتمارين كي يمدهم بالقوة التي قد يخسرونها بسبب عدم تناولهم للنشويات ماذا عن التمارين الرياضية؟ كيف لها أن تؤثر في بناء شخصية عظيمة؟ الفصل الثاني يساعد الروتين الرياضي العظماء في الحصول على جسم صحي ورشيق يحافظ العظماء على أجسادهم رشيقة وقوية من خلال التمارين الرياضية فقوة الجسد تجعلهم قادرين على تحمل معاناة وصعوبات الحياة ومن أبرز الشخصيات التي نالت الشهرة بفضل اهتمامها بالتمارين الرياضية أميليابون والتي حازت لقب أفضل لاعبة على مستوى العالم في رياضة صباق الحواجز عندما سجلت رقمها القياسي البالغة 423 قفزة وهي تركض تحت الأمطار وفي البرد القارس وبخصوص أهم الأساليب التي تتبعها في حياتها تنصح أميليا باستخدام أداة رومبل رولر التي تساعد على النوم والتمرن بتمرير القدم أعلى كرة الجولف لزيادة مرونة أوتار الركب واستخدام جهاز الرياضة كونسبت 2 سكاي إيرغ إضافة إلى الساونة والإبر الجفة إن امتلاك جسد قوي وصحي يتسم بالمرونة والقدرة على الحركة لا علاقة له بعمر معين وقد ساعدتني النصائح والتمرين الرياضية المقترحة من قبل كريستوفر سومر مدرب الجنباز السابق في الفريق الوطني للولايات المتحدة على أن أعيد تشكيل جسمي وأزيد من مرونتي وقدرة على الحركة تعلمت من سومر أيضا أن الثبات والاستمرار في التمرين أهم من شدة التمرين نفسها وأن اتباع نظام كل وتدرب أفضل من نظام الحمية الغذائية والتمارين الرياضية التي يكون هدفها عادة جماليا وليس وظيفيا ومن ضمن التمرين التي اقترحها علي سومر تمرين الزحف على المؤخرة الذي يعد تمرين إحماء ممتازا إضافة إلى تمرين الضغط مع الحلقة الموجهة للخارج ننتقل إلى عالم رواد الأعمال والشركات الناشئة ما النصائح التي يمكن تنفيذها لتحصيل العظمة فيها؟ الفصل الثالث تقدم تجارب العظماء دروسا وخبرة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة يجب على رواد الأعمال الناشئين اتباع نهج وأدوات من سبقوهم من مستثمرين ورواد أعمال الناجحين حتى يستفيدوا من تجاربهم وفي هذا الصدد يقدم كريس ساكا المستثمر في عشرات الشركات مثل أوبر وإنستغرام وتويتر والذي كان سابقا رئيس قسم المبادرات الخاصة في شركة جوجل نصيحته لمن يعمل في مجال الشركات الناشئة وذلك أن يحضر ما استطاع من اجتماعات حتى وإن لم يدعى إليها لأن ذلك سوف يجعله يعرف أكثر عن طريقة سير الأمور وإنجاح العمل وقد ساعدت هذه الطريقة ساكا في الارتقاء لأعلى المستويات الإدارية في شركة جوجل كما ينصح أيضا بالتفكير بعقلية المبتدئين مهما أصبح المرء خبيرا لأن هذا يساعد في الانتباه لأمور قد يغفل الخبير عنها من الأخطاء التي تقع فيها الشركات الناشئة اعتمادها للأسعار المخفضة لجذب العملاء لذلك فإن مارك أندريسون وهو رائد أعمال أسس العديد من الشركات العالمية ينصح هؤلاء برفع أسعارهم حتى لا تستنزف الشركة مواردها بينما ينصح رامي تسيثي المدون في مجال التمويل بالتركيز على سياسة ألف معجب حقيقي بدلا من التركيز على خفض الأسعار وتنص هذه السياسة على السعي لجذب ألف معجب حقيقي بدلا من جذب ملايين المتابعين الزائفين فهؤلاء الألف معجب سوف يكونون على استعداد تام لشراء أي شيء تقدمه أما شون وايت محترف التزلج على الجليد فينصح أولئك الذين يؤسسون شركة جديدة أو يطلقون منتجا جديدا بتطبيق ما يسمى قانون الفئات والذي ينص على استحداث فئة جديدة تبرز الفكرة التي يودون الترويج لها وعلى سبيل المثال إن كانت أميليا إرهارت ثالث شخص يعبر المحيط الأطلنطي بالطائرة فيمكن إبراز ما قامت به بالسحداث فئة جديدة للترويج لإنجازها من خلال قولي إنها أول امرأة عبرت المحيط الأطلنطي وبهذه الطريقة سيصبح اسم أميليا بارزاً وراسخاً في الذهن قد يظن بعض اليافعين أن هؤلاء العظماء خارقون لذلك ينجحون لكن ذلك ليس صحيحاً كما سنرى في الفصل الآتي اقتباس الجزء الصعب هو ما يصنع القيمة دوماً الفصل الرابع تساعد نصائح العظماء اليافعين على مواجهة الصعوبات والتحديات في حياتهم المهنية يواجه الشباب في بداية حياتهم العديد من الصعوبات والتحديات التي قد تثبت همتهم لكن تجارب العظماء ونجاحاتهم في مواجهة الصعوبات وتجاوزها تعد دليلاً على أن الناجحين ليسوا أبطالاً خارقين وإنما هم أشخاص يمكنهم القيام بالكثير من الأمور العظيمة في فترة عصيبة ويمكنني في هذا السياق أن أقدم لك مجموعة من النصائح لكي ترفع مستوى كفاءتك في الأوقات الصعبة وهي أولاً استيقظ قبل ساعة على الأقل من بدء عملك الذي يتطلب استخدامك للحسوب ثانياً قم باحتساء كوب من الشاي واكتب خمسة أشياء تشعر بالقلق تجاهها ورتبها حسب الأولوية للتعامل معها بالتدريج ثالثاً انفصل عن العالم الخارجي لساعتين أو ثلاث وركز على إتمام أمر واحد من هذه الأمور كل يوم ومن الأمثلة على العظماء الذين تحدوا صعوبات الحياة عازف البيانو نيكولاس ماكارثي الذي يعزف بيده اليسرى فقط وذلك لأنه ولد من دون يد يمنى وقد استطاع العازف الشاب أن يصبح محترفاً وتخرج من الكلية الملكية للموسيقى في لندن في خبر اكتسح العالم ووسائل الإعلام لأنه يعد عازف البيانو الوحيد الذي يستخدم يداً واحدة للعزف وقد نجح في التخرج من هذه الكلية العريقة الممتد تاريخها إلى 130 عاماً واستكمالاً لنصائح الخبراء حول أهمية العمل الجد للشباب يقول كيسي نيستات اليوتيوبر وصانع الأفلام ومؤسس شركة بيم الناشئة إن بذل الجهد سيجعلك تتفوق على الآخرين وقد ساعد اتباع هذه المصيحة نيستات على تحقيق ما يقارب 300 مليون مشاهدة على يوتيوب أما ريد هوفمان المستثمر في شركات كبرى مثل فيسبوك فيؤكد ضرورة الاستفادة من قوة العقل الباطن في حل المشاكل ويقوم هو نفسه بالتفكير في الأمور التي قد تساعده في حل مشاكله قبل الخلود مباشرة للنوم وعندما يستيقظ يجلس لمدة ساعة كاملة ويبدأ بوضع سراتيجية لحل المشكلة الآن بعيدا عن عالم الأعمال وقربا من عالم الكتابة ماذا لو يستطيع الكاتب توليد فكرة جديدة والكتابة عنها كيف يمكن أن تفيده تجارب العظماء الفصل الخامس ينصح العظماء بالمواظبة على الكتابة حتى لو كان مستواها سيئا في البداية قد يصل البعض إلى حائط مزدود عندما يريدون توليد أفكار جديدة لسيما في مجال الكتابة فإذا أردت توليد أفكار إبداعية اتبع نصيحة رائد الأعمال جيمس ألتشير والتي يقترح فيها اتباع عادة كتابة عشرة أفكار جديدة كل صباح تساعد هذه الطريقة على تقوية عضلات التفكير أما إن لم تستطع الإتيان بعشرة أفكار فإن عليك في هذه الحالة التفكير في عشرين فكرة الأمر الذي سيعرض عقلك لضغط هائل ويحفزه على إنتاج الكثير من الأفكار أما إذا أردت كتابة نص فكاهي فاتبع نصيحة سكوت آدمز مؤلف قصص ديلبرت المصورة الذي يقول إن أي نص فكاهي يجب أن يحتوي على عنصرين على الأقل من عناصر المهارة والمشاغبة والذكاء والغرابة واللؤم والتميز والجاذبية في المقابل فإن نيل شتراوس كاتب أكثر الكتب مبيعا حسب جريدة نيويورك تايمز ينصح الكتابة بالاستمرار في الكتابة حتى لو تطلب الأمر كتابة صفحتين سيئتين لأنك بعد فترة ستتمكن من تنقيح الصفحات السيئة لتخرج بمحتوى رائع لكن المهم الاستمرار في الكتابة دون توقف لضمان تحقق هذا حتى الآن لم نر إلا دور الجهد الشخصي في كتابة قصص العظماء ماذا عن الحكمة؟ أين دورها؟ الفصل السادس يتحل العظماء بمبادئ حكيمة في حياتهم تتمثل في مواجهة الخوف والانضباط تتطلب الحياة الشجاعة الكافية لمواجهتها ويقف الخوف عائقا أمام تقدم وتطور الكثير من الأفراد لكن العظماء لديهم طرقهم الخاصة لمواجهة الخوف فمثلا تقول كارولين بول وهي كاتبة ولعبة في فريق الزحفات الثلجية الأمريكي إنه يجب أن نتحكم بمخاوفنا من خلال تحديد الأشياء التي نخشاها ومن ثم التدرب على مواجهتها بشجاعة بينما تؤكد معلمة التأمل وطبيبة علم النفس السريري تارى براك أن السبيل الأمثل للتعامل مع هذه المشاعر هو التقبل والموافقة الذهنية عوضا عن كبتها أو محاولة طردها لأن ذلك لن يحل المشكلة بل سيزيدها سوءا أما أسطورة العمليات الخاصة والحاصل على الحزام الأسود في لعبة الجوجيتسو البرازيلية جوكو ولينك فيشدد على ضرورة التحلي بمبدأ الانضباط والحرية إذ يرى أنك إذا اعتدت الانضباط في كل أمور حياتك فسوف تشعر بالحرية والسيطرة عليها أما إذا تحججت بأنك لا تملك الوقت الكافي لتكون منضبطا فاتبع في هذه الحالة نهج الروائي وكاتب السيناريو براين كوبلمان إذ يقترح نهج صناعة الوقت وذلك من خلال تحديد ساعات معينة للقيام بأمر ما مثل الكتابة والالتزام بها لأجل أن تتحول مع مرور الوقت إلى روتين يومي اعتيادي فقرة بارزة من الكتاب أصحاب الأداء العالي لا يتمتعون بقوة خارقة فالقواعد التي صاغوها لأنفسهم تمكنهم من بلورة الحقيقة لدرجة قد تجعلها تبدو بهذا الشكل لكنهم تعلموا كيف يفعلون ذلك وبالتالي يمكنك أن تفعل مثل ما فعلوا وهذه القواعد في الغالب هي عادات غير شائعة وأسئلة أكبر الخاتمة يقدم هذا الكتاب أبرز أدوات العظماء والمؤثرين في العالم من خلال استعراض نظامهم الغذائي الذي يكسب الجسم والعقل صحة جيدة كاتباع نظام الكيتو الغذائي والاستمرار في التمارين الرياضية كتأكيد أن قوة الجسد تعينهم على تحمل صعوبات الحياة وشرح أهم أدواتهم التي تحقق الثراء المالي والفكري مثل الاستمرار في التفكير بعقلية المبتدئين مهما أصبح المرء خبيرا إلى جانب أهم النصائح التي تساعد فئة الشباب خاصة مثل ضرورة بذل الجهد الكافي لكي تتفوق على الآخرين وأهم ما يتعلق باستراتيجيات الناجحين في التعامل مع الحياة بشجاعة وانضباط مثل تطبيق مبدأ الانضباط هو الحرية الذي يضمن تحول الأمر المنضبط إلى عادة وروتين دون الحاجة لبذل جهد انضباط إضافي ترجمة نانسي قنقر